السؤال البريء جداً اللي تقريباً يعني أكيد حضرتك كمان مش تقريباً هتكون اتسألته أو لقيت أنه هو بيدور في الأذهان وماذا بعد؟ يعني احنا بنتكلم على تشكيل لجان بنتكلم على حوار بنتكلم على مقترحات بنتكلم على كيفية الوصول إلى حلول أو أفكار في هذا الحوار السؤال اللي لقى يحد يعني غير متابع بشكل كبير هيقوله طيب وماذا بعد؟ ماذا بعد الخروب بالنتائج محددة من هذا الحوار؟ كيفية التفعيل؟ إيه اللي هيحصل؟ يعني الاستكمال مجلس الأمناء بهذه الطريقة ووضع قواعد محددة ستحكم عمل للمجلس أعتقد أنها تشير إلى درجة كبيرة من الجدية من جانب القوى المختلفة وبالتالي هناك الكثير من المؤشرات التي تقول بأن هذا الحوار سيكون حوار جاد وسيتعامل مع مختلف القضايا هذا من جانب ومن جانب آخر أن الدعوة جاءت من جانب رئيس الجمهورية وبالتالي ومن موقع قوة وبمبادرة شديدة الأهمية وبالتالي أعتقد أن هناك مؤشرات كثيرة تؤكد أنه سيتم التعامل بدرجة كبيرة من الجدية مع هذه المخرجات نحن دينا سابقة يعني حتى منتدى شباب العالم كان ضمن المقترحات اللي بيقولها الشباب كان بيتم تفعيلها على أرض الوقت حالات يعني كثيرة جدا من المقترحات تم تحويلها بالفعل أو جاءت في شكل مبادرات ولكن تم تحويلها إلى سياسات أو إلى تشريعات بشكل سريع هذا هو ما سيحدث فيه من خلال الحوار الوطني ولكن الحوار طبعا أكثر شمولية من الأشكال السابقة وأكثر منهجية أيضا وبالتالي كل المتوقع أن المجلس الأمناء الحوار سوف يعني يجمل كل هذه المخرجات وهناك اتفاق بأنه لن يكون هناك لن يتم استبعاد أي شكل من أشكال هذه المخرجات بمعنى إذا انتهى الحوار بشأن قضية محددة إلى رأي يحظى بتوافق كبير ورأي يحظى بتوافق أقل أو لن يتم استبعاد أي رأي من هذه الأراء كل هذه الأراء سوف يتم تضمينها في أوراق محددة وسوف ترفع إلى السيد رئيس الجمهورية وبالتالي لن يكون هناك رأي واحد أو مخرج أو توصية واحدة فيما تعلق بقضية ما سوف تطرح كل الأراء المتوقع بعد هذه الحالة أن هذه المخرجات سوف يتم تحويلها إما إلى سياسات مباشرة سياسات من جانب الحكومة أو قرارات أو أن يتم بعض هذه التوصيات قد تحتاج إلى تعديل تشريعي وبالتالي سوف تذهب إلى البرلمان إلى تحويلها إلى قرارات وضمن هذه القضايا المطروحة للحوار هي الإصلاح التشريعي بشكل عام وبالتالي ضمن هذه المخرجات بالتأكيد سيكون هناك توصيات بتحويل هذه التوصيات إلى تشريعات محددة لأن بعضها يتعامل مع إصلاح التشريعي بالفعل إحنا دايما يمكن بنقش فكرة التطبيق كل ما سيخرج أو مخرجات هذا الحوار الوطني على أرض الواقع وبنشوف حتى كل التوجهات تقريبا من الأحزاب والقوى السياسية لكن لو تكلمنا عن الطريقة التنظيمية بشكل أكبر واستغلنا وجود حضرتك معنا فكرة أنه حضرتك تكلمت عن أنه في قضية من القضايا نفترض أنه عليها نقاش الآن بين القوى والأحزاب السياسية ولابد من الوصول إلى التوافق بشأن هذه القضية للوصول إلى بالتالي إلى مخرجات المخرجات هي التي تعرض فيما بعد لتطبيقها ما التطبيق التي تدار بها أو سيدار بها هذا التوافق أو هذا النقاش هل هذا محدد في مدونة السلوك والأخلاقيات؟ في طريقتين عموما للوصول إلى مخرج محدد لو في قضية هي موضوع خلاف ما بين الأطراف في طريقتين الطريقة الأولى هي التصويت بمعنى أن يطرح بديل أو بديلين ويطرح هذه البدائل على التصويت والبديل الذي يحظى بالتوافق أو يحظى بعدد أكبر من الأصوات هو الذي يصبح البديل المنتصر طبعا هذه الطريقة لم تقر داخل مجلس الأمناء بالمجلس الأمناء وفقا للائحة التنظيمية لكن هي تطرحة سيد ديارة شوان طرح مسألة البدائل البدائل لكن ليس بطريقة التصويت بمعنى أنه لن يطرح بديل أو بديلين للتصويت وبالتالي البديل الذي سيحظى بالأغلبية هو الذي سيعتبر البديل الوحيد المطروح لا هذه الطريقة المجلس الأمناء استبعدها الطريقة التي سوف تتبع هي طرح البدائل المختلفة سيكون هناك بديل يحظى بالتوافق الأكبر داخل مجلس الأمناء ثم بدائل أخرى جميع وبالتالي هذا يعكس فلسفة ينتصر لها مجلس الأمناء أنه ليس هناك رأي واحد ما فيش تشبس برأي معين أو إجراء معين ليس هناك رأي واحد والفلسفة الأعمق في هذا الإطار أننا ليس لسنا في صراع ليس لسنا في صراع سياسي أن طيار يسعى إلى الانتصار إلى وجهة نظره بقواعد التصويت أو بقواعد الأغلبية ويفرض وجهة نظره على المجموعة البديل الذي يحظى بدعم أقل أو بأصوات أقل لنحن لسنا في صراع سياسي ولسنا في معركة سياسية نحن في مرحلة نريد أن نصل فيها إلى بداء المحددة للتعامل مع مشكلات بتوافق أعلى بين كل الأطراف هذه فلسفة مهمة جدا تعكس طبيعة هذا الحوار الحوار الوطني نحن ليس فيه البعض فهمه يعني بشكل خاطئ في البداية أننا في صراع سياسي أو أننا في معركة سياسية نحن في إطار بناء توافق وطني فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية التي تواجه الدولة والتي تواجه المجتمع هي نفس الفلسفة التي انتصر إليها مجلس الأمناء أننا وبالتالي لو حدك رجعت اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء أن هناك سيكون هناك تصويت داخل مجلس الأمناء فيما يتعلق بالقضايا الإجرائية التي تتعلق بإجراء قضايا ذات طابع إجرائي فيما يتعلق بالحوار لكن فيما يتعلق بالقضايا الموضوعية وبما فيها القضايا الحوار وما سيتم التوصل إليه من خلاصات أو من توصيات فيما يتعلق بمختلف القضايا موضوع الحوار لن يكون هناك تصويت القاعدة هناك أنه سوف يكون هناك إما بناء توافق بين الجميع حول تصور محدد إذا ما لم يتم التوصل إلى توافق سيكون هناك بدائل محددة بالترتيب ثم ترفع بشكل كامل بشكل كامل بالطبيعي الوصول إلى الإجماع ليس هو الأساس لكن في كل القضايا مش عاوز أقول ذات الطابع الخلافي لكن القضايا التي يكون هناك تنوع بشأن الأراء أي قضية لا يوجد بشأنها رأي واحد هناك تنوع في الأراء وبالتالي الحوار الوطني أعتقد أنه سيعكس هذه المسألة بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر